أهلا بكم حماية الدولة من الاعتداء الخارجي والمحافظة على الحدود البرية والمياه الإقليمية والمجال الجوي للدولة مهمات يتولاها الجيش في أي دولة فروع الجيش هي المشات والمدرعات المدفعية الطيران المهندسون العسكريون الاتصالات العسكرية إضافة إلى الدفاع الجوي ويمكن إدراج هذه الفروع في ثلاثة أقسام القوات البحرية هي القوات المنطبها الدفاع عن شواطئ الدولة وسواحلها وتشمل عدة أسلحة منها المدمرات والبوارج والقوارب والغواصات وحملات الطائرات وتمثل معا ما يعرف بالأسطول سلاح الجو وقد ظهر في بدايات القرن العشرين مع ظهور الطائرات حرس الحدود أحد الأسلحة المهمة في الجيش ومهمته الأساسية حماية الحدود من الاختراق غير المشروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشروع للبضائع وللممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها تتألف هيكلية القوات من القيادة والأركان وتنضوي الوحدات القتالية في وحدات تبدأ من السرية وهي وحدة عسكرية مؤلفة من ثلاثة فصائل إلى خمسة ويراوح عدد أفرادها بين اثنين وستين فردا إلى مائة وتسعين ويقودها عادة ضابط بردبة نقيب الكتيبة هي وحدة عسكرية مؤلفة من أربع سرايا إلى ست وعدد أفرادها من ثلاثمائة فرد إلى ألف ويقوده عادة ضابط بردبة مقدم أو عقيد اللواء هو وحدة عسكرية تتألف من كتبتين إلى خمس كتائب وعدد أفرادها من ثلاثة ألاف عنصر إلى خمسة ألاف ويقودها عادة ضابط بردبة عميد أو لواء الفرقة وهي وحدة عسكرية كبيرة يراوح عدد أفرادها بين عشرة ألاف فرد وثلاثين ألفا وتضم الفرقة الواحدة عدة ألوية ويقود الفرقة عادة ضابط بردبة عميد أما الفيلق فهو وحدة عسكرية مؤلفة من فرقتين إلى خمس فرق وعدد أفرادها من عشرين ألف فرد إلى خمسة وأربعين ألفا ويقودها عادة ضابط بردبة لواء ترجمة نانسي قنقر